موسيقى 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 قد ينبخ من رجيم قد تنبخ من رجل كيف يجيب هذا العام؟ هذا العام تسفح مزيان حيث الجو كان داز بارد وتسفح هذا العام مزيان الغلا كينا مزيان كي الكاليبر وكينا الجودة أقليم صفره يجب أن نذكر بأنه إقليم فيلاحي بمتياز بحيث تشكل فيه المساحة الصالحة الزراعة 100 ألف هكتار أي 25% من المساحة الإقليم نتواجد الآن بجماعة عين تيم جني بالضبط بالزاوية البوغرينية بحيث هناك ضيعة الورضيات خصوصا التفح هذا المساحة الورضيات تشكل في الإقليم 12 ألف هكتار أي 12% من المساحة الصالحة الزراعة أهم مساحة فيها والأهم نسبة هي التفح بحيث تشغل مساحة التفح 5700 هكتار هذا الإنتاج هذه السنة هو إنتاج الحمد لله فوق المتوسط بحيث سنصل إلى 90 ألف طن في الإقليم من المرتقبة إن شاء الله مع واحد المردودية اللي كتبلغ 28 طن في الهكتار هذا لا يمنع بأن هناك بعض ضيعة الفلاحية الخصوصين يبدلوا موجود لأنهم يوصلوا إلى 18 طن في الهكتار فيما نجد هناك ضيعة فلاحية اللي كيقربوا 35 طن في الهكتار كإنتاج تفح عندنا مجموعة الأصناف هنا في الإقليم اللي كتفق 15 صنف من هالأصناف البكرية اللي كتدخل في الإنتاج البكري وكذلك هناك الأصناف اللي معطلة بالإضافة إلى الحجب بالنسبة للتثمين دينا هاد الورضيات هادو تحتاجوا وحدات التبريد وهنا إقليم صفره تحتوي على 42 وحدات التبريد في إونيت فريق وريفيك اللي كيمكنو من تخزين المنتوجات خصوصا تفاح والبرقوق والورضيات الأخرى هاد الوحدات ديال التبريد هناك ثلاثة ديال الوحدات اللي تشتغلو بتقنية عالية اللي هي تقنية تبريد على المدى البعيد اللي كتوصلت العشرة ديال الأشهر التسات إلى عشرة أشهر تخزين أتوالي أخواتDR أخواتDR أخواتش اشتركوا في القناة